السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرقبا بكم وحلقة جديدة من جوه جول مع يحي. البارح كان في مباراة في نصف النهائي كأس اسبانيا ما بين ريال مادريد وبرشلونة. اللقاء كان بيتلاعب في ملعب آآ سانتياجو برنابيو وهو ملعب آآ نادي آآ ريال مادريد. انتهى اللقاء بفوز برشلونة بهدف للا شيء. آآ طبعا دي كانت مباراة الزهاب. وفيه طبعا مباراة عودة هتتلاعب في آآ ملعب آآ برشلونة. آآ ريال مادريد ابتدى اللقاء بتشكيل مكون من كورتوا في حراس المرمى. آآ خط الظهر مكون من آآ اربعة آآ كارفغال واميليتاو وانطونيو آآ روديجر وناتشو. آآ كان بيلعب فيه بين ثلاثة في نصف ملعب آآ توني كروس ولوكا مودريدش وآآ كاما فينجا. وآآ آآ اتنين تحت رؤوس الحربة فينيسيوس وفالفيردي ورأس آآ حربة صريح آآ كريم بنزيم. اما النادي برشلونة فكان بيلعب بتشكيل مكون من آآ في حراسة المرمى. خط الظهر مكون من آآ اربعة كوندي وآآ اراخو وماركوس الونسو وبالي. وكان بيلعب بتلاتة في نصف ملعب وهم آآ دي يونج وسيرجو بسكويتس وآآ كيسية. وآآ في خط الهجوم كان بيلعب برافينا وآآ فيران توري وآآ آآ جافي. آآ آآ نادي ريال مدريد ابتدى اللقاء بطريقة اربعة تلاتة اتنين واحد ونادي برشلونة كان بيلعب اللقاء بطريقة اربعة تلاتة تلاتة. ابتدى اللقاء بضغط شديد جدا يمكن في سانية آآ تلاتين آآ مودريتش بيضيع آآ هدف آآ مؤكد من كرة من ناحية اليمين شبه انفراض آآ آآ بيشوتها آآ آآ بجوار القائم الايصر آآ على شمال آآ آآ وتضرب في الشبكة من برا وتخرج خارج الملعب. طبعا آآ دي اخطر كرة يمكن آآ لو كانت دخلك كان آآ مجريات اللقاء كان حيتتغير تماما آآ آآ في ديئة اتناشر فينيسيوس من ناحية آآ الشمال دخل ولعب واحدة بيمينه آآ على حدود منطقة الجزاء ليه آآ آآ كريم بنزيمة اللي يحطها على يمين الحارس ولكن آآ الحكم آآ بيلغي الهدف آآ بداعي تسل. وهي فعلا تسل. آآ في ديئة ستة وعشرين آآ فرانكي سي يدخل منطقة الجزاء ويشوت آآ شوطة آآ يصدها آآ كورتوات رد آآ تغبط في ميليتاو وتسكن الشباك آآ محرزا الهدف آآ برشلونة الوحيد في اللقاء. آآ الشوط الاولان يعاوزين نقول ان هو كان لصالح آآ ريال مدرين. يعني لا تواجد خالص لبرشلونة باستثناء الهدف آآ اللي ده. آآ الشوط التاني آآ ضغط طبعا لنادي ريال مدريد حاول كتير ولكن آآ آآ نادي برشلونة قدر انه كان آآ يصحح اخطاءه في الشوط الاول. ممكن كتمركز بتاع المدافعين ما كانش كويس. آآ قدر انه هو يتمركز صح في الشوط التاني وآآ قدر انه هو يحافظ على الهدف وخرج آآ من اللقاء بهدف آآ للاشيء في آآ آآ ملعب آآ ريال مدريد. آآ لقاء العودة ان شاء الله هيتلاعب في كامب نو يوم آآ آآ الاربعاء اربع ابريل هيبقى الساعة العاشرة بتوقيت الكاهرة. طبعا احنا آآ ممكن نقول ايه ان نادي برشلونة خلاص خلص اللقاء من لقاء الزابلة طبعا اللقاءات اللي زي دي ما لا تعترف دي الكلام ده. آآ وهو النادي الاهلي النادي الاهلي كنا احنا قلنا من آآ كام حلقة كده ان النادي الاهلي آآ آآ جات له دعوة بان هو يشارك في آآ آآ بطولة العربية وفعلا آآ كابتل محمود الخطيب وافق على آآ مشاركة النادي الاهلي. ولكن فجئنا النهاردة ان النادي الاهلي بيعتذر عن آآ آآ خوض البطولة آآ بسبب آآ آآ ان النادي الاهلي تلحم المواسم. يعني النادي الاهلي قال في البيان بتاعه انه آآ الموسم قروي آآ آآ حينتهي آآ آآ يوم آآ خمستاشر آآ يوليو القادم. آآ 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 النهائيات البطولة العربية هتتلعب في آآ دورة مجمعة في السعودية من يوم عشرين آآ يوليو حتى خمسة اوستس. فبالتالي ما فيش فترة راحة. ما فيش فترة استشفاء. وفي نفس الوقت آآ آآ نادي الاهلي خاف على لعبيه من الاصابة بسبب تلاحم المواسم. آآ طبعا بناء على الكلام دوت آآ اتحاد الكورة قرر ان آآ آآ ان هو بيدرس آآ آآ دخول نادي آآ او مشاركة نادي بيرامدز مكان النادي الاهلي في البطولة العربية. آآ آآ طبعا آآ عندنا الفرق المشاركة في آآ البطولة العربية هو نادي الزمالك بصفته آآ بطل الدوري الموسم الماضي. وآآ آآ عندنا طلاقع الجيش اللي حصل على دعوة رسمية من آآ الاتحاد العربي. آآ بكرا ان شاء الله في مباراة ما بين الزمالك و بيرامدز او بيرامدز والزمالك آآ في الدوري الممتاز في آآ ست لعبين غايبين عن نادي الزمالك. عندنا آآ عن قيمتنا الزمالك طبعا. آآ عندنا عمر جابر آآ بيعاني من آآ اصابة عضلية ومشاركش في آآ التمردين اللي فاتوا لنادي الزمالك. آآ اللاعب التاني هو شيكبالا جات له نازل برد جديدة ومشاركش في آآ التدريبات الاخيرة لنادي الزمالك. آآ اللاعب التالت وهو محمود حمد الوينش اللي باكتملتش جهازيته وبيفضل الجهاز الفني ان هو آآ آآ يبقى جاهز للمباراة القادمة ويكون آآ في كامل آآ ليقته وكامل آآ جهازيته لخوض المباراة. اللاعب الرابع هو مصطفى الزناري واللعب الخامس هو سامسون ايكنولا وعبدالله الجمعة. آآ الثلاثة آآ خارج قائمة نازل زمالك بسبب آآ آآ اسباب فنية. آآ آآ ان شاء الله بازن الله آآ النهاردة الساعة سبعة آآ بتوقيت آآ الكاهرة. آآ انا بشوف انها مباراة آآ صعبة جدا على آآ آآ نادي الزمالك خصوصا النادي الزمالك آآ في افريقيا آآ آخر لقاء دي كان مع الترجي خارج من هزيمة آآ اتنين لشيء. آآ آآ ولكن نادي آآ آآ خارج من آآ آآ كونفدرالية او خارج آخر لقاء دي في كونفدرالية آآ آآ انتهى بفوز آآ واحد لشيء فبالتالي انا شايف ان نادي آآ آآ فرصته في هذا اللقاء آآ آآ اقوى من نادي الزمالك خصوصا آآ آآ في ظل غيابات آآ آآ ست لعبين آآ آآ مؤسرين آآ في قائمة نادي الزمالك آآ آآ دي كانت آخر حاجة معنا النهاردة نلقاكم في حلقة قادمة من جوة جول مع يحيى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته